السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب صف الثالث متوسط راح اشرح لكم الدورة الدموية الصغرى بابسط صورة. طلاب العزاء بالدورة الدموية الصغرى يعني يخرج الدم من البطين الايمن بعض طلاب. الدم شو يطلع من البطين الايمن يطلع الشريان الرئوي يعني بواسطة الشريان الرئوي يروح وين? يروح للرئة. يروح للرئة اليمنى والرئة اليسرى يعني يروح للرئتين. اوكي? بواسطة الشريان الرئوي يطلع وين يروح نفس هذا الشريان هسه راح للرئة الاولى وريح للرئة الثانية. بعدين طلاب هو شعبا راح للشريان الرئوي الدم شبيه? بثاني اوكسيد الكاربون وبخار الماء. راح ينطل الرئة ثاني اوكسيد الكاربون وبخار الماء يعني يصير عميلة تبادل الغازي. انت شو يقول له تقول له? يطلع من البطين الايمن. بالشريان الرئوي يروح للرئة يصير عملية تبادل غازي يعطي ثاني اوكسيد الكاربون وياخذ اوكسجين من اخذ الاوكسجين بيش رجع هو طلع بالشريان رجع بالوريد وراح يصب راح يصب بالاذين الايسر طلع من البطاين الايمن صب بالاذين الايسر كذلك من هذا الرئة طلع بالوريد رئوي وريد رئوي يعني اخذ اوكسجين هسه باوكسجين راح للقلب راح من الشريان الرئوي راح للرئة ثاني اكسند الكاربون أخذ اوكسجين ورجع للقلب وombra쪽에 يسألually لا يكون لك الوريد الرئوي محمل علي لك اكسجين الو هو ثاني اكس geri ta carbon يكتب هنا وhingam performing أخذ الاكسجين ودع للقلب الوريد الرئوي الوحيد هو الكل الاوريد البقي الجسم تحمل ثاني اكسجين الكاربون بس الوريد الرئوي اللي جاي من الرئة للقلب راح يحمل اكسجين الشريان الرئوي الشريان الوحيد اللي في ثاني اكسيد الكاربون يودي للريع حتى يبسوه تبادل غازي يعني القلب شون يتخلص مثلا اكسجين كاربون عملية التنفس بالتنفس احنا ناخذ الاكسجين يودي للوريد الرئوي يودي للوذين الايمن والشريان الابهر يودي لحاجسه مثل ما شرحناه بالدور الدموية الكوبرا اذا طلاب هذا الرسم مهم يعني مو تحفظون هذا الرسم يعني بس اريد اوضح لك عملية ان يقول لك امثل بالاسهم تبديله بطاين بطاين ايمن بعدين شريان رئوي شريان رئوي بعدين يتقول له تبادل غازي تبادل غازي بعدين يتقول له وريد رئوي بعدين يتقول له اوذين ايسر هذه اذا قال لك مثل بالاسهم انا بس حفظت لكيها بشكل رسم مبسط اتمنى لكم كل التوفيق ومع السلامة